اشتركوا في القناة في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين ايرانيين مملوكين لايران هما البنك الوطني الايراني ميلي وبنك صادرات ايران وقد اسفرت نتائج التحقيق الاولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الايرانية بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الارهاب او الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي وقد وجهت النيابة العامة تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حضر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والانظمة المصرفية المعمول بها في المملكة واشار النائب الاول واشار النائب العامة بان ان النيابة العامة قد احالت القضايا الى المحكمة الجنائية الكبرى مضيفا انه من المتوقع الكشف عن متورطين اكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الالاف من المعاملات المتبقية كما اردف النائب العام بان هناك مباحثات يتم اجراؤها مع البلدان الاخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي كما ذكر النائب العام انه في عام الفين وثمانية عشر تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق عدة عمليات وعدة عمليات تحري شاملة ان بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين حيث ان مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الالاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين وقد توصلت تلك التحقيقات الى ان بنك المستقبل الذي يعمل تحت اشراف البنك الوطني الايراني ميلي وبنك صادرات ايران قد نفذ الاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الايرانية فيها وقد تضمنت احد اشكال الاخفاء والازالة المتعمدة للمعلومات الاساسية عند تحويل الاموال عبر شبكة سوفت كما حدد التحقيق الاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات وبلغ مجموعها حوالي خمسة مليارات دولار امريكي واعقب النائب العام بان شكلا اخر من اشكال الاخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سوفت الذي اخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الاجراءات لبنك المستقبل باخفاء ما مجموعه ملياري دولار امريكي من المعاملات وقال سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا اساسيا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي وتابع المحافظ موضحا ان حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الاخرى المتعلقة بغسل الاموال الا ان تعقيد وحجم المعاملات يعود الى الروابط ذات الصلة بتمويل الارهاب المدعومة من قبل ايران ترجمة نانسي قنقر